السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد وصفات وأفكار وخلطات أيضا آمنة لتخلص من صرصير أو لا سرق زيت بدون مواد كيموية أو لا بدون مبيدات حشارية اللي كتسبب لنا مشاكل اللي هي صحية أدي تبقوا معي حتى الآخر الفيديو تشوفوا معي هذي الحيال والتدابير وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله أبدال لكم في أول وصفة اللي هي كتقضي لنا على صرصير هي وصفة متكونة من جوج ديال المكونات ساهل وبسط سكر غلاسي ماشي سانيدة يعني ما ديروش سكر الخاشين هو سكر ناعم مع علقة صغيرة وأيضا مع علقة ديالبيكاربونات الصوداء باش ما غديش نديرو سكر حبيبات لأنه بغينا يتغلف لنا هذ البيكاربونات بهذا السكر ناعم غدي نخلطهم جيدا بهذا الطريقة هذي نحاول نخلط مزيان باشا كي يتغلف لنا ذاك البيكاربونات بسكر سقيل بعد ما خلطهم زيان فغدي نديروه لأماكن اللي ممكنها كتكون كتدوز من هالصراصير أي مكان كتشوفوا فيها كصرق زيت كيدوز منه أو لصرصور هكا كيدوز منه كما بغوا يكون هذي المكان كتحطوا فيه بهذا الشكل هذا وغدي نوريكم واحدة البلاصة أيضا أو لواحد المكان ضروري كتكون فيه الصراصير حتى هو إلا كانوا متواجدين في البويز أكيد مما يلا بدنا نديرو هاد الوصفة هذورا ما كيكونوش ما كيبقوش هذا المكان هذا يعني الخلف ديال البوتاجاز أو لهذا الكاستري اللي كيكون داخل في البوتاجي ضروري نمسحو دوك البقية ديال الطعام معمركم تخليوهم في فصل الصيف أولا دائما يعني نضافها دائما هكا تنقص علينا الحشرات كان أخذوه وقد نديروه في هذا الشكل اللي كيكون ما بين البوتاجاز وكان نمسحوه وقد نخليوه وقد نتهنوه من الصراصير بصفة نهائية وندزوه إن شاء الله الفكرة أولا الوصفة الموالية ونتمنى إن شاء الله يعجبوكم هالتدابير هادو بالنسبة للوصفة الثانية سهلة وكما كتعرفوه ورق الغار أو لورق الرند الرائحة ديالو مزعجة لصراصير ما كيتقبلوهاش يعني انفادة وكتجري عليهم بالمرة يعني ما كيبقوش كيبقو لنا في الدار هكا فكان أخذو واحد الكيمياء ديالورق الغار أو لورق الرند بهذا الشكل هذا وكان طحنوها من الأحسن طحنوها مزيان تتولي على شكل غبراء بحل بودرة ديالي اللي أنا هنا دقيتها غير شوية في المهرز وعطتني هاتي الشكل هذا هاتي كان أخذوها الأماكن خلف الآلات ديالة طبين أو لآلات غسل الأواني خلف تلاجات الأماكن اللي مخب بيها كبحل شي شي ما كان فيها شي صنادق المهم كان بقونا نحطوه في هاتي الأماكن بهاتي الشكل هذا ان شاء الله ستكون الفكرة واضحة أيضا هاتي المكان بين الرخامة والسطح ديال الآلات طبين أو لآلات الغسلة ديال الأواني يعني فيه ممكن عندكم شي آلات كتدر بها الطريقة هاتي أولى الفورن الخلف ديال واحد المكان فيه طجيرات كان عمروه بكتبقى كيقضي لنا على الصراسر حتى هو بهالطريقة هاتي بالنسبة للفكرة رقم ثلاثة أو للوصفة رقم ثلاثة واحد الوصفة اللي هي رائعة غادي نصوبوا واحد الوجبة اللي هي كتسمم الصراسر وكتقضي عليهم يعني كيموتوا غادي نحتاجوا حبة ديال البطاطس تكون صغيرة بهات الشكل هادا وغادي نسلقوها مطلقا بعد ما تسلقي ان شاء الله بعد ما تسلقات وطابتم زيان غادي نديرها في واحد الإناء اولا في واحد الزلافة بحلكة ونمعكوها حتى تولي على شكل عجينة صافين بعد ما معسناها حتى ولت على هات الشكل هادا كنضيف لها البيكربونات ديال السودا بالنسبة للبيكربونات ترى دور ديالها في هادا الوجبة هادا اولا هادا العجينة هادا انها من اللي كي يوكلها الصراسر يعني من اللي كي يوكلها صراسر كيتنفخ وصافي وكيموت ما كي يقدرش انه يبقى على قيد الحياة تقدمك ترسوي البيكربونات يعني ممكن ترحت جوج ديال الملاعق في هادا العجينة هادا وهي ما كتكونش فيها الرائحة في هادا البيكربونات هادا رائحة البطاطس كتجيبهم غادي ناخد واحد الورقة ديال الاليمينيوم في هات شكل هادا واحد القريعة اولا قننة اي نوع عندكم اولا ممكن تدروا واحد الصحن وتقلبوه ونصوبوا بهذا شكل هادا نحاول نجمع عليه الجوانب بهذا الطريقة هادي صافي هنا تحصلت على واحد الاناء اولا واحد زليفة من الاليمينيوم غادي ندر في هاديك العجينة كما قلت لكم كي اكلها الصرصور اولا الصراصير كتأكل هادا العجينة هادا ولمعجون البطاطس ذاكل البيكربونات خصوصا الى هكذا زعو تاني اللي ما وشربوا المرة كيتنفخوا وكيموتوا مية في المية كيموتوا لك لو من هادا العجينة هادي لانا كتنفخ فيهم هادا الوجبة هادي وكيتسمموه فكتبقى هادا الطريقة هادي احتهية فكرة اللي هي امينة غير نحاول نحطوه بعيدا عن متناول الاطفال ما نحطوش هادا الخلطات وهادا هادا الاشياء اللي صوبنا في شي حاجة لقريبة للدراري يعني بعدها منهم انها فعلا كتكون مواد اللي هي سامة وخطيرة ولكن بالنسبة للصراصير اللي كيتناولوا هادا الاشياء هادا كتقضيع لهم بصفة نهائية ايضا ما كتكونش شي حاجة اللي هي خطيرة على الجو او لا على الدرلينة الحساسية وهنا ان شاء الله غادي نصوب معاكم نصوب واحدة رشاش او لا واحدة ردد خاليط اللي هو قاتل الصراصير يعني ملكة رشوه في ذوك القناة او لا البلكارات ديال العود الخلف ديالهم او لا مهم ذوك الاماكن ديقة كتقتل الصراصير الكبيرة والصغرة ناخد واحد الكيميا ديال الماء تقريبا نسكاس ندير معلقة ديال سائل الاواني والمادة اللي هي مهمة في هاد الوصفة هدي هي هاد الغسول ديال الفم يلا ما كانش متوجد عندكم كتديروا معلقة ديال معجول الاسنان كتدوبوها فوحة شوية ديال الماء نفس الغارة تقريبا كنخلطها بالنسبة لهذا الفليور اللي كان في هاد الغسول ديال الفم اولى في معجول الاسنان حتى هو كيقضي على الصراصير بصفة اللي هي نهائية وكما قلت لكم هاد الوصفات ما تخافوش منهم ما فيهم شي حاجة لي هي خطيرة على السلامة ديالنا اولى على الاطفال ديالنا بالعكس احنا كنديروها وكتموت الصراصير وكنتخلصوا منها اولى كتمشي كتهربح لها بواحد صفة اللي هي امينة وما كانخافوش منها وما كانت اديناش هاد الوصفات هادو والاهم اننا نخصنا ندوموا عليها كان اخدوا هاداك البخاخ ديالنا وكان رشوف التلاجة خصوصا لديك طبلات التلاجة الشبكة ديال التلاجة من الخلف الاماكن اللي هي مخفية يعني ما كيكون فيها صراصير وما كانتبانش لينا تهيك نرشوها كاملة بهذا الخليط هادا وقد تعطينا واحد النتيجة اللي هي رائعة ودائما ندوموا الوصفات كما قد لكم لعندي في هذا الفيديو هادا وصفات امينة ما فيهاش مواد كيموية او لمبيدات نحاولوا نحطوا هاد الوصفات اولا نستعملوهم بعيدا على المتناول ديالابناء ديالنا باشك ما يتأدوش كيما اجد لكم ورقة الغار ضروري سيكون عندكم فات الصيف هذا اولا القرون فاللي انا جايين وصفات اولا خلطت لا غدينشارك معكم ان شاء الله غدينفعوكم بالنسبة لجميع انواع الحشارات فانتمنى ان شاء الله تبرتجوا مع الاحباب والعائلة وتدعموني باللايكات ديالكم وصلنا لنهاية الفيديو خليت لكم الرحوة الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة